امتلك شريهك على البحر في منطقة الجلالة وعلى بعض خطوات من مارينة لأخوة الدولية كمل معايا الفيديو للآخر عشان تعرف كل التفاصيل بتاعت المشروع مساء الخير أنا محمد أنور سيلزة تيمليدر من شركة منارة ديفيلوبمنت أنا النهاردة في شركة جودود جاي أكلمكم عن شركة المنارة ومشاريع شركة المنارة في السوق العقاري خلينا أكلمكم الأول من شركة المنارة هي تحالف بين مجموعة من رجال الأعمال والمهندسين المصريين كلهم ليهم خبرة في المجال العقاري خبرة بتمتدل أكتر من 15 سنة تقريبا إحنا الشركة بداية مشاريعنا في السوق العقاري هو مشروع بيلا فينتو الجلالة الفترة الجاية بإذن الله عندنا أكتر من مشروع في مشروع في العالمين وفي مشاريع تانية في العين السخنة وفي الجلالة ماientoجار الشركا صحيح لسه في أول بداية لها في السوق العقاري لكن إحنا بدقين بداية قواية جدا الخبرة الموجودة في الشركة عندنا من أعضاء ماجلس الإدارار خبرة في المجال العقار السحيلي الخبرة كبيرة في مجال العقار السحيلي هذا بإضافة لأن احنا بنختار لوكيشن لمشاريع في مناطق مميزة جدا مثل الجلالة والعالمين هنتكلم عن الأول مشروع هنا هو مشروع ب İnsчно مكن discussed matematica المشروع هو في منطقة الجلالة في العين السخنة احنا اختارين لوكيشن مميز جدا في منطقة الجلالة احنا على بعد خطوات من مارينة لاخوة الدولية انا بيني وبين مارينة لاخوة الدولية حوالي 135 متر تقريبا وفي نفس الوقت انا قريب جدا من جامعة الجلالة بيني وبين جامعة الجلالة في الجزء في المدينة فوقها الجبل حوالي 15 دقيقة تقريبا ده بيدي قوة للوكيشن بتاع المشروع في نفس الوقت انا من المشاريع المميزة جدا في منطقة الجلالة اللي عندي انشاءات على البحر مباشرة عندي شلاهات ودوبليكس على البحر مباشرة ميزة الموقع برضه ان احنا بعد بوابة السخنة بحوالي 22 كيلو وقبل بورت السخنة بخمسة كيلو وعلى بعد حوالي 30 دقيقة من العاصمة الإدارية 45 دقيقة من التجمع الخامس وبنقدر نروح للمشروع اما عن طريق الجلالة او الطريق القديم طريق الزعفران وزي ما وفرنا لوكيشن ممتاز للمشروع بتاعنا احنا كمان وفرنا فاسيليتز وخدمات ممتازة للمشروع من ضمن الخدمات بتاعتنا ان احنا هيكون في المشروع في فندق خمس نجوم هيكون فيه اتنين كلاب هاوس هيكون فيه منطقة كافهات ومطاعم هيكون فيه مول تجاري كبير هيكون فيه مجموعة حمامة سباحة بتخدم على كل مرحلة من مراحل المشروع وهيكون فيه مناطق ألعاب أطفال وفيه مامشة وتراك للعجل كل الخدمات دي احنا بنوفرها للعميل بتاعنا في بلافينتو بحيث ان انا اوفره اعلى رفاهية في المشروع بتاعنا بالنسبة للمشروع بتاعنا احنا المشروع بالكامل على مساحة 65 فدان مقسوم على جزئين فيه 25 فدان على البحر وفيه 40 فدان على الجلال احنا حاليا بنبيع في الجزء اللي على البحر مباشرة اللي هو الـ 25 فدان عرض الشاطئ عندنا 400 متر وده اكبر عرض شاطئ لمشروع لانشاءات على البحر في منطقة الجلالة وفي نفس الوقت عمق المشروع برضو مش كبير فانا المراحل اللي بنبيع فيها دلوقتي ابعت شاليه بينه بالبحر حوالي 180 متر تعريق ده بالنسبة لالجزء اللي على البحر اللي هو الـ 25 فدان بالنسبة لجزء اللي على الجبل منطقة الـ 40 فدان دي كلها هتبقى منطقة VILAL بالخدمات برضو بتاعتهم هيبقى فيه فندق برضو على الجبل هيبقى فيه club house هيبقى فيه مناطق كفهات ومطاعم وكلها هتبقى منطقة VILAL هتبقى stand alone وتاون وتوين وده ان شاء الله هتطرح للبيع خلال الفترة اللي جاي الجزء اللي على البحر الـ 25 فدان احنا بيعين لحد الوقتي اربع مراحل بالكامل دي كانت شليهات ودوبليكس منهم مرحلة اولى هتتسلم مع الفين تلاتة وعشرين يعني بداية من السنة الجاية بازن الله المراحل دي كلها كانت متاح فيها مساحات غرفتين وثلاث غرف وكانت معظمها سي فيو وفي وحدات كانت شايفة حمامات سباحة ولندسكيب احنا حاليا نفتحين بقى بيع في مرحلة من اميز المراحل في المشروع هي مرحلة ترس الجلالة مرحلة ترس الجلالة هي مرحلة جديدة وفكر جديد في العين السخنة لأن احنا عملين ديزاين المبنى مختلف خالص عملين اول حضائق معلقة في المبنى ده تقريبا دي اول حضائق معلقة موجودة في العين السخنة المبنى هو تاورز اردي وست ادوار تمانين في المية من وحدات المبنى شايفة بحر رؤية مباشرة على طول وفي وحدات شايفة حمامات سباحة ولندسكيب المبنى كله واجهاته Ultra Modern والميزة في المبنى ده ان احنا متاح فيه فرايتي كتير للمساحات يعني فيه مساحات من اول استوديو لحد ثلاث غرف لو هنتكلم على المساحات الصغيرة فيه مساحة 45 متر ومساحة 60 متر فيه مساحات غرفتين 95 متر ومية متر فيه مساحات ثلاث غرف 130 متر و95 متر بطو الميزة كمان اللي بتميز المرحلة الجديدة ان انا بسلمها بتبقى متشطبة تشتيب Ultra Suba Luxe بخشب المطبخ ومعها كمان خدمات Triple Play خدمات Triple Play دي عبارة عن ايه؟ دي ان الشالية بيكون فيه واي فاي بيكون فيه تليفون ارضي وبيكون فيه كمان IPTV ودي بتخلي المرحلة الجديدة بتوفر اعلى مستوى راحة ورفاهية للعميل الميزة كمان اللي بتميز المشروع عندنا ان احنا بدأنا انشاءات في المشروع من 2020 احنا وصلين دلوقتي لمعدل انشاءات ممتاز جدا على ارض الواقع انا عندي نسبة الانشاءات دلوقتي تقريبا 80% على ارض الواقع عندي اربع مراحل بالكامل فيهم انشاءات فبالتالي ده بيطام من جدا العميل ان هو بيخش وبيشوف مستوى الانشاءات كمان انا عامل اكتر من شالية موكب للتشطيب بتاع الشاليهات بيقدر العميل يخش الموكب ويشوف مستوى التشطيب ده كله بيساعد العميل ان هو يتخيل المشروع هيكون عامل ازاي التأسيمات التشطيب نظام السداد عندنا احنا عاملين نظام سداد تنفسي جدا للمنافسين بتوعنا في منطقة الجلالة ان انا بقصة على 10 سنين بمقدم 10% وبتبقى قصات متساوية بدون فوائد وبيكون طبعا وقت الاستلام في وضيعة الصيانة بتكون 10% وبالنسبة لموعيد الاستلام في المشروع احنا المرحلة الجديدة اللي بنبيع فيها دلوقتي موعيد الاستلام بتاعتها خلال 4 سنين ونصف عشان تعرف اكتر عن تفاصيل المشروع والاسعار والمساحات تقدر تتواصل معانا على رقم الموبايل الموجود على الشاشة او من خلال لينك الواتساب الموجود في الديسكريبشي وفريق من افضل استشارين العقاريين هيساعدك في اختيار واحدة كنت معاكم محمد انور سلزة مليدر من منارة ديفلوبمنت من داخل شركة جودو اشتركوا في القناة